مرحبا في مود بارتفاقة بوكس أوفيس إن ذيس ويك لهالأسبوع هنتعرف على أجدد وأقوى خمس أفلام عالمية في شباك التذاكر كالعادي أفلام تتقدم وأفلام تتراجع أسبوعيا والكل بتنافس للمرتبة الأولى أكيد أفلام جديدة ومنوعة لهالأسبوع بانتظاركم جاهزين؟ لاتس جو في المرتبة الخامسة اختلى فيلم الكوميدي والرعوب يلي جمع 51.8 مليون دولار خلال 3 أسابيع من عرضوا في دور السينما اشتركوا في دور السينما والمليون دولار خلال 3 أسابيع من عرض لإعادة الحق أفلامه لا أفهم لكنه يتغير ويستطيع أن يكون نحن نحن نصر نحن نصرهم لنصرهم فيغاني تجلسك الناس المعارضة ستتوت في أمام 51 أمام المترجمات الأمام وأما في المرتبة الرابعة احتل فيلم سكابة بلانت إيرث 2030 الذي جمع 21 مليون دولار خلال أسبوع من عرضه في دور السينما وأما في المرتبة الثالثة احتل فيلم سيف هيفن 2030 الذي جمع 33.3 مليون دولار خلال أسبوع من عرضه في دور السينما وفي المرتبة الثانية تراجع من مرتبة الأولى إلى مرتبة الثالثة في المرتبة الثالثة خلال أسبوعين من عرضه في دور السينما وأما في المرتبة الأولى حتى فيلم الأكشن أغد جاي تو داي هارد 2030 يلي جمع خلال أسبوع من عرضه في دور السينما 36.9 مليون دولار هاي لمحة سريعاً أفضل خمس أفلام عالمية في شباك التذاكر لهالأسبوع ما تنسوا تتواصلوا إيانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتشوفونا على اليوتيوب فول اتش دي بشوفكم بعد شوية